طيب كل مباراة تعتبر بطولة وليها كايوة لما لعب الأوكلاند مع العين كاس بكاس مكتوب عليه كده كاس بكاس مكتوب عليه الثلاث قراط كاس التحدي اللي جاي كاس الامريكتين بينهم كاس بينهم كاس إذن هناك جؤوس مقدمة عليها أسماء المسابقة اللي مش عايزي مش هتقدر تقوله تخش تنخشه ليه طيب قولي يا ساز برايم والله جد كل أهلاهم ما ينزعيكش يا جماعة حطوله الحقيقة حطوله الكواري حطوله غير حطوله الفيفا وخلاص ولا تحطوله خالص أنا نفسي جمهورنا بجد لا 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 يا ساز برايم أوعى تقولي الجمهور كده أنا عايز كل مرة حاجة غلطة صلاحة بس صلاحة بالتاريخ وبالحقيقة مش موجد النظر ولا التحفيل ابعدوا عن التحفيل لأن التحفيل بيقل الإيمة أنا عايز الحقيقة اللي هي هي أنت بتقولي أنت حر أنا أطول منك لا خلاص نقب جنب بعض نقب جنب بعض أه ومش معنى كده أن أنا عايزه بجنبك لكن نقب جنب بعض عشان الناس تشوف طيب هو عموما بص يا جماعة ما حدش بينشغل بأي حاجة إلا بالشغل أنت الأهلي ما عندوش وقت يفرح بجد الأهلي بجرد ما بيكسب بطولة على طول تاني يوم بيبص عايش باستمرار لكن فكرة أنك تلاقي حد يقلل من قيمة ما تنجز هو ده الغلط هو ده الغلط ليه من مش الكل يفرح بإنجازه من ناس كلها تركز أنها تعمل زي ما كابتل الخطيب قال قبل كده مرة قالك الناس مش مش مركزة تطور نفسها قد ما مركزة أنها تقلل منك أنت هي دي المشكلة عشان كده على فكرة جاءت الفكرة بتاعت الزبيستن زميد الإست الآهل الأفضل في الشرق الأوسط لما حد يقولك مين أكبر قلعة ومين أصغر قلعة بدون معايير موضوعية الآهل ما بيعملش كده الآهل لما بيقول أنا ناد القرن في أفريقيا لأنه معاه وسيقة من الانتحاد الأفريقي الجهة المانحة لهذا اللقب بتقوله أنت ناد القرن في أفريقيا الآهل لما بيقول أننا الأكثر تتويجا في الألقاب في كرة القدم لأنه عنده رقم بيقوله أنت واخد 154 بطولة متنوعة في كرة القدم طوال تاريخ اللعبة ده رقم إذن فيه رقم هنا بيئيس وحدة التمييز الآهل لما يقول أننا التاني أكثر تتويجا في البطولات القرية بعد ريال مدريد لأنه فيه رقم وفيه جدول فأنا أكبر قلعة هي الفكرة مش بالكلام الفكرة بالحقيقة عشان كده الحقيقة مع فريق الإعداد مشكورين كلمة الشرق الأوسط ربما مصطلح يستخدم سياسيا أكتر منه رياضيا وبيشار إليه دايما في المنطقة اللي هي شمال أفريقيا مع منطقة الشام مع منطقة الخليج العربي والجزء الأوروبي المتداخل زي تركيا وأبرس وغيرها حوالي 19 دولة محدش ب أنت بتكلم على ثلاث قرات يعني أفريقيا وآسيا وأوروبا محدش معني في المستوى الرياضي لأنه مفيش بطولات بتنظم بين دول الشرق الأوسط لكن بيشار إليه يعني أفريقيا زمان بتنظم كان فيه دورة اسمها دورة البحر الأبيل المتوسط البحر المتوسط حاجة والشرق الأوسط حاجة الشرق الأوسط أنا بتكلم على هذا التقسيم السياسي أكتر منه تماما تماما أشكرك فحبنا وبشكر فريل إعداد الحياة لأنه تعب في الحكاية دي قوي طيب مصر ناديها الأول حصل للألقاب النادي الأهلي لأنه عنده بطولة الدوري والألقاب القرية وحبينا نوحد وحدة القياس وأنا هنا بتكلم الناس اللي بتقول أي كلام في الهواء أنا الأكبر أنا الأشهر أنا لا لا تعال نتكلم على الأرض بأرقام وحقائق بكلام منهاج شوية أنا بواحد معيار بطولة الكاس بطولة متغيرة من دولة إلى أخرى لكن البطولة الأكثر جدية وأكثر قياسا للتفوق بطولة الدوري بطولة النفس الطويل فقلنا هنشوف في كل دولة من دول الشرق الأوسط مين النادي اللي واخد أكبر عدد لبطولات الدوري إذن ده المقياس المحلي اللي منضبط شوية أو منضبط كتير على المستوى القرية كل نادي في دولته من دول الشرق الأوسط واخد الألقاب القرية قد إيه كم عدد ألقابه القرية وبعد كده نشوف مين الأوضف في الشرق الأوسط عشان ما نبقاش زينا زي غيرنا بنقول كلام في الهواء أو بن الدعي كانت هذه الدراسة الدقيقة اللي أنا مرة تانية بحي الزملاء في الإعداد عليها بهذا الشكل اللي أنتوا شايفينه مصر ناديها الأول الأهلي واخد بطولة الدورة 44 وألقابه القرية 27 يبقى عنده توتلي 71 لقب ما بين بطولة الدوري والألقاب القرية تونس الترجي 33 دوري و8 ألقاب الأردن الفيصالي عنده 35 و2 قرية البحرين فيها المحرق البحريني عنده 35 و2 قرية السودان الهلال عنده 32 وما عندهش لقب قرية أبرز فيها بويل نيقوسي عنده 29 وما فيش لقب قرية المغرب الوداد عنده 22 و6 السعودية الهلال السعودي عنده 19 و8 تركيا فيها جلالة السراي عنده 24 و2 الكويت عنده فريق الكويت عنده 19 و3 الجزائر عنده شبيب القبال حقق 14 دوري و6 ألقاب قرية قطر السادة عنده 17 و2 ليبيا الاتحاد عنده 18 و0 سوريا الجيش السوري عنده 17 لقب دوري وبطولة قرية إيران بريسبوليس عنده 16 لقب دوري ولقب واحد قرية الإمارات العين عنده 14 و2 العراق الزوراء في 14 و0 لبنان الأنصار 14 و0 موروتانيا نوازيبو عنده 12 و0 عمان زفارة عنده 11 لقب دوري وزيره قرية اليمن أهل صنعاء عنده 10 بطولات دوري ولا شيء قرية الصمال أخيرا مقدش يوسيتي عنده 8 ألقاب في بطولة دوري وما عندهش أي ألقاب قرية فعنده 8 ألقاب فقط ده الشغل الصح قوي وده العمل المنهاجي جدا وده المعايير الدقيقة الدين معيار وإيس عليه لكن كلام أنا الأكبر وأنا الأصغر وأنا الأشهر الأرقام هي اللي بتأكد وأعتقد دراسة مهمة لعلها الأولى من نوعها اللي بتقيس حجم بطولات أكبر أنديت الشرق الأوسط أنت متفوق على المستوى القرية أنت متفوق جدا على المستوى العربي أنت طبعا متسيد على المستوى المحلي كمان على مستوى الشرق الأوسط أنت الأفضل في هذه المنطقة تعليقك تعليقي أنه هو ده الشغل اللي أتمنى أن نقدمه أن نضع الأرقام والحقائق والتواريخ أمام الرأي العام وكل واحد يصل للرأي اللي بيرياحه في واحد بعد كل يقولك ولو أنا عندي البطولة بمية ماشي إذا كان فيه عندك معيار في العالم بيقولنا البطولة بمية حطه لنا عشان نضرب لك بطولاتك بمية لكن أنا بتكلم كيف عراك الآخرون لأنه هو ده الحقيقة ده التقييم الموضوعي اللي فيه أمتك أمتك كيف عراك الآخرون مش أني أنت شاف نفسك إزاي ومن حقك تشوف نفسك كويس ومن حقك تشوف نفسك أحسن واحد لكن إحنا بنحطك دلوقتي مع الرأي العام في مواجهة تاريخية رقمية لا تقبل الجدل الحقيقة الدراسة دي إحنا معانيين فيها فقط بإزهار قيمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي لا شأن لنا بآخرين كل واحد فعلا يشوف نفسه زي ما يرى لكن الحقيقة الدامغة الرقمية هي الأرقام اللي أنت شفتوها لأفضل نادم في الشرق الأوسط الآلي لما خد هذا اللقب في عشرين تلاتة وعشرين خدوا بناء على التصويت وبالمناسبة النهاردة بمجرد مجلوب سكر فتحت التصويت على هذا اللقب كان الأهلي متصدر التصويت على الأفضل في الشرق الأوسط هتقول لي ده اختيار الجماهير رائع جداً واختيار الجماهير بيعبر عن حجم الشعبية ومستوى التفاعل وحجم النادي وقيمة النادي وانتشاره ومكانته واقتناع محبيبي قيمته على فكرة أنا قبل ماجي لا للتسعة واربعين وتسعة من عشر أنا قبل ماجي وصلتني أرقام والعين خمستاشرة وتسعة الأقرب آه آه يعني يعني الأرقام تجاوزت حاجة وخمسين إذن الأهل الزبست الزميد الاست حقيقة رقمية بجدولها وفي التصويت الأهل المتصادر ده تصويت الأكثر الأول في أندية العالم بين العشر الكبار الأهل في سباء للقب الأفضل في العالم دول 12 نادي قائمة 12 نادي ترجمة نانسي قنقر